أنا أحب أوضح طبعا أنا أشكر جداً هذه الأسئلة ما عندنا مجال أن نتحدث بس الصين مناسبة يمكن نتحدث عنها حتى المواطن على الأقل يكون عنده نوع من الأطمئنان مو مجرد كلام وإنما تنفيذ في بغداد والمحافظات اليوم أكو خطة معدة بتوجيه من معالي وزير الداخلية وحول إنشاء قواطع مرورية ابتداء من الأمقصر إلى طريبيل عدت وكملة جداول الكميات وتم تخصيص الأراض بالتنسيق مع وزارة الإسكان على مسافة 50 كيلو بينقاطع وآخر هذا القاطع يحوي على عجلات للمرور وإسعاف وكذلك عجلة للدفاع المدني في حالة حصول حريق بالمركبات أو اشتعال صهريج أو ما شابه ذلك وأيضا الإسعاف لإنقاذ المصابين إلى أقرب مستشفى هذا عدة كافة التصاميم وأصبح جاهز للتنفيذ قبل نهاية العام إن شاء الله أما بالنسبة للكاميرات والرادارات فالكاميرات بالنسبة للداخل اليوم عدنا تعاقد مع الشركات عرضت للعمل في داخل بغداد والمحافظات حول نشر الكاميرات والإشارة الضوئية الذكية عدنا اليوم عقد مع شركة الدهوة الصينية في بغداد وتم اختيار خمس تقاطعات لغرض تنفيذ الإشارة الذكية اللي هي الحل الوحيد اللي يأمن سير والتنقل في بغداد لضيق الشوارع وكثرة الزخم فقط الإشارة الضوئية هي الحل الوحيد إضافة إلى رصد المخالفات عن طريق الكاميرات وإرسال صورة للمركبة وسائقها أثناء المخالفة كعدم ارتداء حزام الأمان أو تجاوز الإشارة الضوئية أو المخالفات الأخرى صورة وتنقل عن طريق السيافر الرئيسي اللي ورسل المحطة الرئيسية إلى المواطن عن طريق الرقم الموثق لدينا